أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات لشهر 22 نوفمبر 2020 من برنامجنا تنوير القلوب حيث نتناول للشهر الثاني على التوالي المفهوم الحقيقي لخاتمية نبوة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد بينا بأن مفهوم خاتمية النبي صلى الله عليه وسلم أم تعني الأفضلية المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وأنه هو سيدهم وخاتمهم ومن جمع كمالاتهم ونال الكمال في النبوة الذي لا كمال بعده ومن هذا الباب كان آخر الأنبياء المشرعين والمستقلين فآخرية نبوته نابعة من الخاتمية التي هي مفهوم عظيم متعلق بالأفضلية ولا يعني مجرد الآخرين وقد بينا أن هناك من المسلمين اليوم من يقصرون الخاتمية على مجرد الآخرية يقصرون الخاتمية على مجرد الآخرية ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء فقط ولا يثبتون أفضليته بل منهم وخاصة السلفية من يرون أن الأفضليته لا تثبت بسبب بعض الأحاديث ويرون أن موسى عليه السلام أفضل منه ولياذ بالله ويونس كذلك وهذا لفهمهم الخاطئ لأحاديث لا تفضلون على موسى ولا تفضلون على يونس وكذلك فهمهم الخاطئ لبعض الأحاديث ورغم أنهم يقولون بالآخرية كمفهوم أوحد للخاتمية فإنهم أيضا لا يحافظون عليها بل يرون أن عيسى عليه السلام سيأتي نبيا ورسولا بعد النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه حي في السماء وأنه سينزل من السماء وسيكون آخر الأنبياء عهدا مع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل سيقوم بتعطيل بعض الأحكام أيضا وتصبح بعض الآيات القرآنية باطلة بنزوله أي أنهم من ناحية يقولون بالآخرية نازعين عنها رداء الأفضلية ثم ينقضون الآخرية أيضا بقولهم بنزول عيسى بن مريم عليه السلام بنفسه ويفضلونه على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حي والنبي ميت ومن الأفضل الحي ولا الميت وعياذ بالله وغير ذلك من الإشكالات غير أن نبأ نزول المسيح حق وقد ورد في الأحاديث المتواترة ولكنه لا يعني قطعا نزول عيسى بن مريم عليه السلام بنفسه وأنه حي في السماء بل القرآن الكريم يقطع بموته واستحالة رجوعه بنفسه إلى يوم القيامة ولكن هذا النبأ إنما هو نبأ عظيم وقد تحقق دون المساس بخاتمية النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه قد تحقق وأظهر هذه الخاتمية على أكمل وجه وحافظ على الأفضلية المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آخريته بصفته آخر الأنبياء المشرعين والمستقلين وأنه لا دين بعد دينه ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعة الإسلام ولا نبوة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم وسنستعرض هذا الأمر من خلال هذه الحلقات آملين من الله تعالى أن ينفخ روح بركة في كلامنا ويجعل أفعدة كثير من الناس تهوي إليه فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقات يسعدنا أن